اشتركوا في القناة من يوم الحدادة مجوهرات تقليدية وكذلك بعض الحرفة التشكيلية المختص بها مثلا كما الأخ العيد جليد الجمعية من بين أهداف الجمعية تعنا وهو تشجيع الصناعة التقليدية والحرفية على المستوى الوطني والمستوى البلدية وكذلك تشجيع المرأة المكثة في البيت على تعلم الحرفة يعني تعلم الحرف خاصة حرف بإطار الحرف الخياطة والحلويات التقليدية والصناعة الأكلات التقليدية التي تنفحها سواء كمرأة ماكثة في البيت أو تقدر تكون دخل إضافي للعائلاتها ومن هذا المنبر إن شاء الله نوجه رسالة لسلطات المهلية وهي أنه توفير مقر دائم للجمعية لأن هذا المقر ليس مقر دائم للجمعية وباها يعني من كلش كل مرة نغير المقر من مكان إلى مكان وهذا ليأثر سلبا على نشاط الجمعية في تعليم الحرف بشكل عام خاصة الأولاد الموجهين للحياة العملية رأنا نرافقوهم يجيوا لهنا الجمعية باش نرافقوهم با هي يختاروا الحرفة اللي يحبوها وكذلك نوفر لهم المعلمين اللي يعلموهم هذه الحرفة ونكونوا إحنا وسيط بينهم وبين مراكز تكوين المهني نناشد يعني سلطات خاصة الغرفة للنساء المكيثات في البيت لما يعني تحب تخدم بطاقة حرفي ما يلزموهاش ببعض الوثائق اللي تكون هي عبع عليها وعلى عائلتها يعني يعني هي باش بنتنا نهار دول جمعية إهري بينتني وان شاء الله نتمنى وان شاء الله يعني الفرصة اللي جاءة باش ندعموها ان شاء الله ونعونوها ونكونوا معها ان شاء الله يد واحدة ان شاء الله شكرا